في غضون ذلك سيطرت القوات الأمنية على مجمع الدوائر الحكومية في مدينة الموصل بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش مصادر عسكرية أكدت أن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من استعادة مبنى المحافظة ومجلس المحافظة الجديدة وبناية قائم مقامية الموصل ودائرة الزراعة ودائرة التخطيط العمراني ودائرة عقارات الدولة ورفعت العلم العراقي فوق المباني المستعادة مضيفة أن العمليات العسكرية كبدت داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات